ابرز اللقاطات اللي بعد ان انتهى مبارات السوبر بين الاهل والزمان نبص الاهل والزمان لعبوا رقلات ترجيح خمس مرات في تاريخه اربعة في السوبر المصري واحد في السوبر الافريكي مع لعبوش طول تاريخه مع بعض في كاس مصر في الرقلات الترجيح الاهل بيكسب رقلات الترجيح اللي هنا في مصر خارج مصر الزمان اللي بيكسبها والله طب خلاص نلعب برا المصر على طول يعني الآهل في 2003 و 2014 اللي بتاعت جريده وحسام حسن ده دول اخر مرتين كسبهم في ده كوفي كمان اللي تكسب فجر كوفي لكن الزمالك في الامارات 2016 اللي هو وصام غالي بتاعت السامة دي واربعة ثلاثة اللي محمد هاني اللي هو محمد هاني و باجي لا علي و باجي داية علي و باجي صح والاخيرة اللي هو في السعودية اربعة ثلاثة تمام كمان الاهلي والزمالك في اخر عشر سنين لعبوا على اتناشر مرة في اللي هي المبارات اللي هي حاسمة في بطولة واحدة الاهلي كسب ستة و الزمالك كسب ستة المتعدلين يا اه الزمالك كسب في كاس مصر ثلاث مرات وفي السوبر مرتين وفي السوبر افريقيا مرة الاهلي كسب في كاس مصر مرة في دوري ابطال افريقيا مرة وفي السوبر مصر أربع مرات طب الحضر و حمد الشناوي الحضر و الشناوي الحضر في طول تاريخه في الاهلي خض مواجهات رقلات ترجيح سبع مرات الاهلي كسب في وجوده ست مرات مخصرش غير مرة أحيدة الاهلي مع الحضري في رقلات ترجيحي خد خمس مطلات اتنين سوبر أفريكي اتنين سوبر محلي واحدة كاس مصر مع الشناوي بقى مع الشناوي الاهلي لعب مع الشناوي اربع رقلات سبعة سبعة فاز اربعة وخسر في تلاتة التلاتة اللي خسرهم مرتين قدام الزمالك واحد سوبر مصري 2020 والسوبر الأفريكي الأخير وقدام طلع الجيش 2021 المرتين اللي فاز بيوم بو بطلات سوبر الأفريكي قدام الرجاء 2021 وكاس مصر قدام طلع الجيش 2021 بالنسبة للحضري الحضري كان ممكن في حالة خسارة الزمالك للسوبر الأفريقي كان ممكن يبقى موجود في الجهاز الفني لكوبر مع نادي الزمالك لأنه كان فيه كلام مع كوبر أنه يتولى مسؤولية نادي الزمالك خلفا لجميز فعلا فكتخيل بقى الحضري وعب واحد السيد مدير كورا مشكلة